موسيقى برحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا اليوم بانترفيو ضيفتنا الناشطة الحزبية والاجتماعية والصحية والبيئية والمرشحة على لقب امرأة العام على مستوى أهم السيدات العربية للعام 2023 الدكتورة حبوبة عون أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا للاستضافة وأنت أيضا نائبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بس اليوم مقابلتنا مختلفة اليوم ما رح نحكي كتير سياسة رح نحكي أكتر عن المرأة عن دور المرأة بالمجتمعات عن تفعيل دور المرأة بدأ أحكي بالبداية عن اللقب اللي حصلت عليه على السنة الماضية 2022 وهو لقب امرأة العام عن فئة السياسة والفن والإعلام شو بيفرق عن لقب السنة؟ سنة الماضية كان فيه مسابقة صارت مع جوجل ومع مؤسسة أو جمعية محلية سبورت لبانون بعتقد اسمها حطوا كل بعتقد الأسماء لأنه كانوا قسمينهم بين فئة السياسة والإعلام وفن فحطوا كل العالم يلي برز أو بلش يبرز اسمهم أنا بلش يبرز اسمك بفئة السياسة والإعلام وكانت مسابقة كتير رائية لأنه قامت على تصويت الناس الجمهور الواسع وكنت أنا بوقتها بقول أنه بليز أنه شوفوا السيفي وحكموا ونقوا وكانت لعبة كتير حلوة لأنه كانت كل شخص بحق له يعطي صوت وكانت المنافسة كتير مهضومة وظبطيته وحققنت امرأة العام للعشرين اتنانا وعشرين نفست بولا يعقوبية آخر شي كانت المنافسة بين يبانست بولا وهي أكيد يعني سيدي عندها وجودة وتاريخها ومتبقتلك أنا كنت عم بلش يبين اسمي يعني فكر مال هيك أنا مبساطة لأنه كانت الوجوه كلها بارزية وكانت المنافسة حلوة يعني الوقتها حطونا على الأسامة وصرنا نشوف لأنه صرر يطلع الاسم بالسوشال ميديا صحيح هلأ السنة نعمللي تاق على فيسبوك أنه حطوني بالمباراة اللي هي امرأة العام للمرأة العربية عرفت مين يعني أنا صراحة معرفت أنا أول شي عرفتها لأنه عملوا لي تاق على فيسبوك وفتت وشفت أنه في كتير كمان أسماء يعني عالية الشأن وموجودة بالعالم العربي سيدات عربيات سيدات عربيات كتير مهمات نعم وبلشت المنافسة وكمان يعني كل حدا عنده محبينه أصدقائه أكير يعني أنا كتير كتير بشكرهم على كل الدعم لأنه كمان يعني هي نحطت المسابقة على الإنترنت وصرنا تحت الأمر الواقع لأنه ما حدا يعني أخذ رأينا إذا إحنا بدنا نكون موجودين أو ما بدنا نكون موجودين بس وما أنه تسجايم مثل ما بقوله ناشح وكانوا بدون ما تعرف نعم فبتفاجأ بعدين أنه لأ هودي الأصوات مخشوشين وسفرون مع جملة كتير كتير يعني مشينة مش حلبة بحقق على السوشيل بيديا فكتبنا للعنوان اللي محطوط على الموقع أنه إذا بتريدوا أنتوا أهلين إذا في أصوات مخشوشين بيصور بتشيروا الأصوات المخشوشين يعني أنه مما أقولي كمان يصير هيدا الموضوع يلتغل وخبرونا خبرونا مين مصدر الأصوات المخشوشين لحتى نعرف شو نتصرف وأنا كنت عم بطلب من كل الأصحاب يعني لأنه عن جد تحمسوا بكل دول العالم أنه بليز بنحترم أصوص اللعبية اللي هي صوت واحد من موقع واحد أو من رقم واحد أوكي رجع بعد 24 ساعة كلنا نحنا كتبنا إيميليات على العنوان اللي حطي لنا شيلوا البان ورجعنا بلشنا من السفر كمان بعدين صارعا بيصير في عنا يعني تلاعب واضح بال هلأ في حدا يعني صديقة هي دكتورة بالجرائم المعلوماتية قلت له هدا بيكون هاكر وبعدين صارت أنه القصص ساعة تطلع الأرقام ساعة تنزل الأرقام فأنا ما بزعر هذا الشي بزعر الليلة أنه كنت أنت بفيتها فير جايم يعني أنه فير بلاي لحتى الناس عم نتسلى وعم نحمس بعضنا وعم نفرجي أنه رغم كل الظروف الصعبة ومن كل دول العربية كمان طبعا ورغم كل الظروف الصعبة كان في عنا هيكي مثل ما بيقولوا نافذة نور أنه خلينا كلنا سوا نتعاون ونعمل شي حلو شي مهضوم طلع أنه لأ في كتير ما بعرف أنا كتير بالتقنيات بس أنه في ناس ما كتير يمكن عم تثبط على الصفحة بالتصويت فبيطلعوا الأرقام بينزلوا الأرقام بيخطفوا الأرقام بيجعوا بيطلعوا الأرقام فأنا مانا شغلتي ولا بفهم بهيدا الموضوع وأنا ما بدي بقى أكون بهيدا المسابقة لأنه مش عم بعرف شو هي القواعد السليمة لإله ولا عم بعرف شو المصدر يعني حلق من صوت لبنان من صوت لبنان دكتورة حبوب عون عم تعلن انسحابها من هيدا لأنه معهم بعرف صح وأنا يعني عم بعتزري كتير من كل أصحابي ومن كل المشاجعين بكل العالم العربي وكمان عالم الاغتراب لأنه يعني أصحابي بالبرازيل وبالأرجنتين عم يشتغلوا فأنا كتير زعلاني كمان وأجد هن رح نزعلنا طبعا ونحنا بعرف أنه كمان صار في صدمي ليلة لأنه حطوا أنه أصوات مخشوشة ونحنا ناس عم نصوت يعني كيف بدأت تكون أصواتنا مخشوشة فكرمال هيك يمكن الأفضل أنا مانا شغلتي وما عندي شيء أنه يا لطيف أنا كتير كنت بحب كن موجودي ولكن ما في وضوح مش عم نعرف كيف عم تطلع وتنزل الأصوات طبعا وإنت شخص واضح بدي داني بالشغلة مركزة على شغلة وأكيد إن شاء الله تكون المسابقة حلوة وتمنياتي بالنجاح للجميع لأنه المنافسة حلوة والمنافسة حلوة خاصة أنه نحنا هون ستات عم نفرجي صورة العالم العربي اللي مفروض تكون حلوة اللي مفروض أنه كل حدا مننا عنده سيفيته عنده وجوده عنده ناسه وأهله ومشجعينه ومحبينه فياريت تبقى هيك دوم من هيدا الإطار الحلو يلي بيفرجي قيمة المرأة في العالم العربي وفي لبنان رغم كل التحديات رغم كل الصعوبات رغم شو عم بيصير بغزة كنا عنا منقول للعالم هيدا صمود نوع من الصمود إنه مع كل شي عم بيصير نحن نصمد لحتى نفرج إنه نحن موجودات لدينا عمل وفينا نكون عم ننافس حلق سيئبت بهيدا الطريقة أنا ما بفهم بهيدا الموضوع وما يعني بدي حط جهد إنه بعدين إنه ماشي الحال يعني مبروك لك إنت اللي مقررنا تكون المقابلة لأنه كانوا تكون ذكرة بتصفية نهائية صحيح ناطرين النتيجة لنهار الأربعة ورفقاتي أنا كتير بعتذر منهم كتير هلأ على عبر صوت لبنان بشكركم كتير بشكركم إنه كيف سيئبت الخبرية إنه حكيتيني وأنا عندي شغلة كتير اليوم ضاغت بالجامعة أتذرد شوية حتى نركض ويكون موجودين أنا بعتذر من كل الناس يلي تحمسوا معي واشتغلوا وهني موجودين عن جد بالبنان وبكل دول الاغترابي اللي موجود فيها اللبناني بس أكيد كمان ما كان سهل عليك تقرير الانسحاب لحتى نكون مواضحين يعني أنا أكيد أنا ما بفهم بهيدا الموضوع بس في كتير ناس بتفهم بهيدا الموضوع وكانوا عم بيشوفوا الصفحة وعم بيتابعوا شو عم بيسير فما كان يعني ما عم نعرف شو السبب بنبعث إيميل أوقات بنشوف شو فيه تغيير بالصفحة بس باش إنه حدا رد علينا جواب الإيميل الـ professional فأنه لا ندين كي لا ندان أكيد فخلي القصص ماشي ومبروك وأنا بجدد اعتذاري وشكري لكل المحبين أنا وقتها بكتب على السوشال ميديا عندي أحبوكم جدا أصدقائي أنا بكون معنيتا من كل قلبي أنا أحبكم جدا كلكم كلكم بطريقة حكيك بطريقة تعبيرك عن الأشياء واضح أداش أنت صادقة بدأ أحكي أنا وياك شوي بعيدا عن الألقاب صحيح بدأ أحكي أنا وياك عن أهمية تفعيل دور المرأة بالمجتمعات العربية وقداش نحنا يعني نحنا وين صرنا بهذا الموضوع هذا سؤال تعرفي كتير كتير بمحله خاصة بهذه الظروف تعرفي وقتها بيكون في محنة نجي منتطلع على التكامل بين الأدوار لحتى نأمن مقومات الاستمرار بالحياة وكل مرة منحوره من دوره بيطلع عنا دور مهول للمرأة لأنه هي حتكون على طول الكتف يلي منبكي عليه المشورة يلي منخدم من أماتنا وستاتنا وكل الناس يلي موجودين بمحيطنا نحن وزغار من هن نحن وزغار المرأة هي الأساس فالمرأة هي الأساس بكل المحاور وكل الميادين لأنه هي كمان شغلة ملفتة يعني ما منتطلع عليها كتير هي المربية بالبيت هي أول حدا الطفل بيسمع دقة قلبه يعني بيكمل معه من هيد اللحظة العلاقة يلي الله خلقها بطريقة كتير مهولة هتنظم العاطفة فما حدا بيقدر يوقف بوجه إرادة الله عندما عطاها هذا يعني التمييز من أنه هي تكون أساس ومرجع كل إنسان من وقت لما يخلق لوقت لما يموت فالمرأة موجودة وعندها حضورة وهي الكفيلة أنه تطلع بالمجتمع نحن هون منحكي هايك مش هنغيي بدور الرجل لأنه أساس الحيات هي الرجل والمرأة طبعا بكل الميادين ولكن نحن عم نضوي إضافة ونعطيها هيد الأهمية لأنه بكتير مطارح يمكن ما عم تاخد حقها أنا قبل ما سيرفوت بكتير قضايا المرأة أقول طب أنا مساء عم بروح على الشغل متلي متل غيري وفي زمالة يمكن أنا بقبض أكتر منهم إذا كنا عم نقول الفرق بالمعاش الشهري لأنه هيدا شيء كتير واضح بكل الدول صحيح هذا الفرق يعني بالموضوع بس بعدين وقتها تصيري عم تحتكي وتفوتي على المشاكل على مبنية على الدراسات لحتى تشوفي يعني أدي في عنا إشحاف وأدي في عنا طغطية على دور المرأة يعني حتى بالبيت إنه هو ده أجار مش مدفوع بس أنا بدي أعرف هالناس اللي بيكون عندهم خدمة بالبيت قديش عم بيدفعوه لأنه كمان معناته فيه فينا نقرشها للأسفة يعني فهيدا موضوع كتير مهم ولازم بكل الميادين وهون بس آخر شي بدي أقول إنه هلأ حتى بمؤتمر اللي عم بيصير هلأ عن تغير المناخ بدبي يعني دور المرأة واضح جدا وفاعل جدا أكيد أكيد دايما نفاعل كنا عم نحكي عن تفعيل دور المرأة بالمجتمعات العربية خبرتيني عن التكامل بين الرجل والمرأة هل برأيك المرأة مسؤولة كمان عن عدم إعطاء الحق الكامل إن كان بالمجتمع بالسياسة بمختلف الميادين أكيد هيدا السؤال مع لي جواب هيك هيدا أرجوما صحيح يعني من ميلي على المرأة أن تثبت ذاتها على المرأة أن هي تفرجة أنه هي قادرة تعطي وهيدا الموضوع إذا فينا نشوف نحنا المهندسات والمهندسين الطبيبات والأطباء حنشوف أنه في تكافؤ بالفرص حنشوف أنه لأ المرأة قدرت أنها توصل وتفرج كل العالم أنه هي فيها مثلها مثل الرجل لهذه نعمة من الله واحد عنده عقل بيستخدمه لحتى يقدر يصبت ولكن من الميل التاني هناك إشحاف خاصة وقتاً اللي بتكون القوانين غير داعمة خاصة وقتاً اللي بتكون بعد التشريعات كمان مشحفة بحق المرأة إذا نحنا يعني بالعالم العربي أكتر شي بردونا أنه ما ورد في الكتب المقدسة والديانات ما ورد في الكتب المقدسة والديانات هو يعطي المرأة حقها حق الرجل نفس الشي ولكن التفسيرات اللي هي بتكون ببعض المجتمعات أوقات بتزغزغ ذكورية الرجل شوي بتطلع أنه هي فاتحة وضد المرأة فكرمال هيك لحتى نحنا نكون عم نعطي الست بالعالم العربي حقها لازم ننتبه على اللغة الذكورية اللي مصاغة فيها قل القوانين لا هي عم يبتل مربوطة إلى دور كمان حتى التشريعات اللي بتطلع ويذكر أنه هيك قالوا هون وهيك قالوا مش صحيح كمان لازم نتطلع عليهم أكتر ونشوف كل التقديمات اللي عم بتصير تكون يعني فيها حق يعني أنا مثلا ليش بابدوش المرأة تكون إلا تجيب إخراج عيد لأبنا صحيح وليش بابدو يطلع بابدو يطلع باسبور بدو حدا نيوم دي عنا وإذا بدو يسافر بدو يلبي يوم دي في التفاصيل أنه هايدي لازم بالتشريعات والقانون نحنا نقدر نغيرها لحتى يصير في عنا بيئة حاضنة لحتى تكون المرأة والرجل متساويين بالقانون متساويين بالخدمات متساويين بالدور الاجتماعي وكلمة هيك كلمة وقتها تنوصل على السياسة ببزيد وكورس على المشاركة بكل الميادين لأنه مثلا تطلع كلمة الجندر وجندرة إنه هايدي الكلمة اللي هما كان في هالقدة دراسات فرجتنا ووقائح حياتية يومية فرجتنا قداش العنف زاد قداش كلمة شي بقولوا الحق على المرأة لا مش زابطة أبدا هايدي القصة فكلمة هيك بدو يصير فيه للتشريعات تؤمن بأحاضنة لتكافؤ الفرص وإثبات الذات للرجل والمرأة نعم دكتورة حبوبة يعني بتحكي كتير عن المرأة وبعرف قديش حضرتك ناشطة ممكن على صعيد الصحة على صعيد البيئة على صعيد التنموي قديش المرأة بتساهم بالتنمية المجتمعية وقديش دورة فعال بهذا الموضوع تعرفة إذا نحنا من ناخد كمان إحصائيات حيبين معنا العاملات في ميادين التنمية على الأرض عددهم أكبر من الرجال صحيح عدديا عددهم أكبر من الرجال هلأ في دراسة استوقفتنا إنه وقتا نطلع شوي على موقع أخذ القرار حلأ يعم تتعيدها للأرقام يعم بيكون الرجل عدد أكتر فهيدي كمان شغلة أول شي بتدلنا إنه لا تنمية من دون التكافؤ بين الرجل والمرأة وين ما كنا بيئة صحة تعليم عمل شو ما كانت الحقوق يلي نحن عم نطالب فيها يلي هي بالأساس خدمات محقة للناس هاي مش لازمة تكون حقوق هاي دي خدمات وجودية للاستمرار بالحياة فوقت نوصل على مواقع أخذ القرار سنلفت الانتباه ونعلي الصوت إنه يا جماعة المرأة موجودة وتستطيع أن تشارك في أخذ القرار وأن يكون القرار صائبا مثل الغجل لأنه بالنتيجة وقتها نحن عم نشتغل تنمية القرار يعود للعلم الناتج عن دراسات على الأرض بتفرجينا الواقع وبتخلينا يعني نستخدم المعلومات بالطريقة المناسبة أكيد بالرجوع إلى كل هالنظريات اللي هي عم تنشغل عليها بعلم التنمية لنقدر ناخد القرارات الصائبة وهي دا ما ألو خص على رجال والأمرأة نا أكيد هيدا مهم حدا أن ياخد القرار ونحن كتير بحاجة لأشخاص إن كانوا رجال أم نساء ياخدوا قرارات صحيحة وواضحة ويبقوا على قرارات هيدا الهي يبقوا على قرارات دكتورة حبوب عون يعني أنا حكيت قدش أنت ناشطة بمختلف الميادين إن كانت صحية بيئية اجتماعية حتى حزبية لما دكتورة حبوب عون بتفكر بالمرأة ودور المرأة شو أكتر شي بيحز بقلبها أكتر شي بتطلع فيه وقتا نشوف الغبن أو قات نعم وقتا بيكون في عنا عنف غير مبرر وقتا بيكون في عنا تفاضل مش بمحله يعني أنا ما كانت صدق إنه في بعض مجتمعات بالتلاتة وعشرين بتخوتي عليها إنه بس يخلص الصبي أكل بتبلش البنت تأكل هلقدي عادات يمكن هي من العادات والتقاليد ويمكن الناس ما حسة بهذا الموضوع بس هادي صارت وصارت قدامي عرفت إنه هادي شغلة هادي غبن مش مقبول شاملت بس صارت قدامي كتير أنا رفضت إنه نقعد وناكل عرفت إنه معزومين إنه لاي إنه غريب إنه مثلا نحن معزومين فينا نقعد ناكل وبعدين هناك وهيدي الشغلة يعني إجت إنه المرأة كانت تخدم وتقدم الطهام وإخر شي بيطلع لها دور وهيدي نحن عم نحكي ببعض المجتمعات المحلية بقولوا معقول عم تحكي هلا هاي 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 مش عم بحكي عم بتصير الفكرة الأخرى كمان إنه بدون يشاركوا بالتعليم ويكون في عند طيب ايه أوكي ما فيون يروحوا خارج المنطقة أما بمحل الجامعة وهالقصص كمان إنه لازم هلأ الناس بحق إلا تخفع أولادها ويمكن هي عم تتصرف هيك من أولى أنه مرتبطة كتير بالعداد والتقاليد أولى أنه كمان في خوف هلأ نحن بيوضع منه حلو أبدا بالبلد لكن نحن لازم نوضح للكل المرأة والرجل البنت والصبي الشاب والشابة متساويين وهني نفس الشي ونحن هلأ منشوف في عيال موجودة ومستمرة لأنه البنت عم تشتغل مش الصبي عم تشتغل أغلبية العيال من بعد الأزمة دكتورة حبوبة إذا نعمل هلأ استاتيستيك المرأة عم تشتغل أكتر من الرجل مية بالمية فكرمل هيكي أنا بزعل وقتها شوف عندي ستات كبار بعضهم عم يتعرضون للتعنيف وهني ساكتين بس لأنه البيئة تفرض عليهم المحافظة على العيلة هايدي شغلة كتير مهمة في كتير ستات بيوصلوا لمحل أنه كرمل أولاد نحن بقينا وعملوا عيلة حلوة نعم أوكي مع كل الحزن يلي هو في الداخل بمحل تاني كمان مش لازم ننسى أنه في رجال كمان ضحوا لأنه يمكن ما كانت العليقة زبطة مع السد فنحن هون كمان عم نحكي في إطار الحقوق وإطار دور المرأة على شرط أنها تكون بالتكافق والتساوي مش لأنه يعني نفهمها غلط أنه نحن أخذنا الحرية معناته نحن صار في عنا يا العطيف وكلهم بيقولولي ما زاد الطلاق لأنه صرت تحكي عن حقوق المرأة ما زاد التفاقق وزاد التفاقق مش صحيح هيدا موضوع مش سليم لأنه هوني ما ننفتش على أصل المشكلة لحتى نقدر نوضح ونظاهر أنه المرأة والرجل يتحملان المسؤولية معا ومثل ما في عقلات صعبين عند الرجال في عقلات صعبين عند النساء ما حدا معصوم عن الخطأ ما بدنا نخلط بين أنه في عنا قضية حقها هي قضية وصول المرأة ومشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبين مواضيع أخرى تتعلق بكافية بناء الأسرة كافية تعامل المجتمع مع كل الناس الرجال ونساء يعني لحتى نخلق هيدا التوازن إذا فينا نقول بين الرجل أو دور الرجل ودور الإمرأة لازم بالأول السيدات يوثقوا بأنفسهم والرجل كمان يوثق بقدرات المرأة والقوانين تتصلح طبعا طبعا إذا ما كان في عنا ثقة متبادلة إذا ما كان في عنا كمان في شغل كتير مهمة أنا ما بعرف كل شيء أنا لازم أخذ مصدر المعلومات من أصحاب المعرفة هيدا بينطبق علينا كلنا بالحياة بتطلب مني إشياء ما بعرفة خلينا نشوف وين نعرفها لحتى نلاقي الجواب السليم لحتى نقدر نوصل لمحل يكون كل شيء واضح من دون ما يكون فيه اهتزاز بالثقة أو بتقدير الزات أنا ما حدا بيستجري يقرب علي لاي صحيح مش لأن لا يعني لا أنا بعرف إيمة نفسي أيوة بعرف إيمة نفسي بعرف حالي وين واقفة صحيح بعرف كتير مني حدودة وبعرف شو بعرف أوكي واللي لازم أعرفه نرجع منشدد لازم يكون مدعم بالعلم لازم يكون مدعم بالحقوق والواجبات المتساوية وبالقانون والبيئة الحاضنة ترميل هيك نحن مع المرأة والرجل من أجل مجتمع أفضل وعايلة متماسكة من دون المرأة والأجل ما فينا نعمل عيلي حلوة متماسكة لابناء عائلة متماسكة وسعيدة صحيح وهذا الأهم أنا بدأ أشكرك كتير نائبة رئيس الحزب التقدم الاشتراكي الدكتورة حبوب عون شكرا كتير لوجودك معنا شكرا لألكم شكرا لألكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايما عبر صوت لبنان فقراتنا كتير إلى اليوم اشتركوا في القناة